لو فرضت ان عندك لين اللين بيربريزنت حاجة حديثة الابعاد لو عايزتك تستند الحاجة بتاعتك دي لديمينشن تاني فاللي انت هتعمله اللي انت تتخيل اللي انت بتستاك اللين ده فوق بعضه بشكل عمودي بشكل ارتوجنال علشان تحصل على الديمينشن التاني بالتالي اللي انت بتعمله اللي انت دايما علشان تحصل على ديمينشن جديد بتحاول اللي انت تروح فيه الاتجاه الارتوجنال بتاع الديمينشن بتاعك وتبدأ اللي انت تحط infinite number من الديمينشن بتاعك فلو حطيت infinite lines في direction عمودي عليه هحصل على 2D plane ده معناه اللي انا رحت لديمينشن التاني وبنفس الفكرة لو انا عايز اتنقل من الديمينشن التاني لديمينشن تالت فكل اللي انا هفكر فيه اللي انا قنقل نفسي في اتجاه عمودي بشكل infinite كرر البلين ده جوه السكرين او بره السكرين بشكل infinite لان ده اللي اتجاه العمودي عليه وساعتها هتحصل على cube انت دلوقتي فيه الديمينشن التالت بقولك الكلام ده علشان تعرف ان انت ممكن حتى تفكر فيه الديمينشن اللي اكتر من ده ممكن تفكر في ديمينشن رابع لاني بنفس الكنسبت هتكرر الكيوب اللي انت كنت فيه ده بشكل infinite على خط جديد المفروض ان هو يكون perpendicular على الديمينشن الاساسي بتاعك فالديمينشن الرابع عبارة عن infinite cubes فانت لو ده خيالت اللي انت عندك cube عملت رو projection فانت كل point او كل مراية واخد كيوب واخد حاجة سلسية الابعاد وامتد لحد infinity كل مراية من دول لها value على البعد الرابع في المشين ليرننج عندنا حاجة بنطلق عليها السامبل السامبل هي عبارة عن عينة فاحنا عندنا مثلا هنا close dog ببدأ اللي انا اكل لك ده حاجة بنطلق عليها feature feature معين من السامبل دي measure منتو معين احنا اخدناه من الدوك ده وليكن مثلا الweight بتاع الدوك ده بالنسبالي دلوقتي feature الفيتشر ده بالنسبالي بيربريزنت دايمينشن لان انا ممكن احط الفاليو بتاعة السامبل دي على الديمينشن بتاع الweight فانت دلوقتي لازم تعرف ان الفيتشر بيربريزنت دايمينشن والpoint بتاعتي دي ممكن تكون في اي مكان السامبل دي ممكن تكون في اي مكان على الاكسس على حسب الفاليو بتاعة الweight الموضوع ممكن يكستند الديمينشن جديد فانت لو هتكليكت فيتشر تاني يبقى انت بتحط السامبل بتاعتك في 2d space وليها value على كل دايمينشن او كل فيتشر تقدر اللي انت تتسكريب السامبل بتاعتك دلوقتي باكتر من measurement اكتر من فيتشر تقدر تقوم قايل ان انا عندي حاجة بنطلق عليها الفيتشر فيكتور عندي فيكتور يقدر انه هو يشيل الفيتشرز المختلفة بتاعة السامبل فالسامبل بتاعتك ممكن تكون كمان نستد في 3d space ممكن تكون نستد في دايمينشن ابعد من ده ممكن تكون نستد في 4d space او اكتر فهي على سبيل المثال لو نستد في 4d space السامبل بتاعتك ممكن تاخد values في الكيوب اللي هو 3d وvalue كمان في الديمينشن الرابع الديمينشن الجديد وهكذا الكونسبت دايما بيكستند دايما عندك السامبل عبارة عن point عبارة عن point واحدة بس الpoint دي بتكون نستد في 4d space في 3d space او في 2d space او حتى 1d space بس السامبل دايما بتفضل point اللي بيختلف هي الديمينشن او الفيتشيرز بتاعتك تفكر فيها كpoint بس هي نستد في high dimensional feature space اللي بيختلف هي الديمينشن اللي بيختلف هي الديمينشن